اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يتميز به أبناء البحرين من روح وطنية مسؤولة جامعة وتكاتف مستمر لمواصلة الإسهام في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية للوطن نعم سموه أعرب عن ثقته التامة بالوعي المجتمعي والروح المسؤولة التي يتحلى بها الجميع من خلال الاطلاع بالمسؤولية الوطنية في حماية مكتسبات الوطن ومنجزاته ووحدته وسلامته وأمن المواطنين والمقيمين على أرض الوطن ومواصلة الإسهام بعزم وإسرار على تحقيق التطلعات التنموية للمملكة وفقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيضه الله جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية اليوم مع علي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النوا ومع علي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور الفريق أول مع علي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومع علي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وسعادة السيد سامير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وزناعة البحرين حيث أشار سموه إلى الجهود الفاعلة لأعضاء السلطة التشريعية في العمل على تحقيق التطلعات التنموية للمملكة وبحرصهم المستمر على تعزيز التعاون مع السلطة التنفيذية ودعم مختلف المبادرات والخطط الرامية لمواصلة مسيرة النماء والاستهار للمملكة بما يحقق المزيد من الإنجازات ويعود بالخير على الجميع أكد سموه أن العمل بروح الفريق الواحد كان له عظيم الأثر فيما تم إنجازه من مشاريع تلموية ونجاحات عديدة يعود بأثرها على الوطن والمواطن مشيدا سموه بالتعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقطاع الخاص والعمل الذي يتم من خلاله تحقيق كافة المنجزات التنموية والحضارية لمملكة البحرين ويعزز مكانتها على مختلف المستويات من جانبهم أعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى وسعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام مستمر على تطوير وتعزيز التعاون البناء مؤكدين حرصهم على دعم كافة الجهود التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر